إجراءات جديدة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من المصدقية للنتائج التي تقدمها المختبرات المغربية. تشمل التحقق الصارم من الكواشف المستخدمة في التشخيص المختبري ومراقبة أنشطة المختبرات من خلال زيارات مفاجئة وتقييم خارجي لجودة التحليل. تتمثل الإجراءات كذلك في إلزام جميع المختبرات باستخدام منصة المختبر الإلكتروني التابعة للوزارة فقط للإبلاغ عن نتائج الاختبارات. حول أهمية هذه المبادرة نستمع لتوضيحات الدكتور بوعز الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. فعلا ما تيقوم به الوزارة فرحة مراقبة وإلى خلال فهو جيد لطمئنان المستهلك المغربي لمع الأسف تبشي المختبر تضيع فلسوء وتديه نتيجة أما سلبية أما إيجابية وهي غير صحيحة مما يساهم في تفشي المرض. وعقب رصد لحالات التزوير سواء بالمغرب أو بالخارج للوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد-19 تواصل مصالح الأمن المغربية التصدي بحزم لمزوري هذه الاختبارات. كما يوضح ذلك أبو بكر سبيك النطق الرسمي باسم المدرية العامة للأمن الوطني ومرقبة التراب الوطني. يجب أن يدرك المواطن وأن يستحضر في الدين ديالو بأن هذا النوع من الجرائم هي أشكال ديالتزوير الخطير والذي يهدد الصحة العامة. فما يخصناش نشوفها غير بأنها مجرد تلاعب في بيانات تعريفية أو بيانات طبية لتسهيل السفر أو التنقل عبر الموضن. يجب أن يستحضر المواطن بأن هذه أفعال إجرامية يحاقب عليها القانون ويفرد لها عقوبات زاجرة في القانون الجنائي المغريفي. تمكنت المصالح الأمنية من معالجة ورصد 111 قضية منها أزيد من 100 قضية تتعلق بتزوير شواهد الاختبار بيسياغ فضلا عن توقيف 200 شخص معظمهم على مستوى المنافذ الحدودية.